أحباء الأطفال السلام عليكم ورحمة الله أتمنى أن تكونوا بخير وفي حال أفضل إذن حصة اليوم ستكون عبارة عن نشاط في مكوين التعبير والتواصل وأيضاً ما قبل قراءة أو ما قبل كتابة سنبدأ أولاً بمكوين التعبير والتواصل والذي يتضمن موضوع فصل الرابع الذي سبق أن شاغلنا عليه وقرأناه اليوم سنقوم بمرحلة التشخيص إذن ما منكم سيشخص شخصية كوطار وما منكم سيشخص شخصية هشام أنا كوطان وأنا هشام حسناً إذن لنبدأ هشام انظر إلى هذه الفراشات المنونة بألوان زاهية نعم إنها فرحتهم بحلول فصل الربيع ولماذا فرن الكائنات تفرح بقدوم فصل الربيع؟ لأنه الفصل الذي تتفتح فيه الأزهور وتخضر فيه المرج والأشجور أنا أحب سماع صوت العصافير وهي تغرد فوق الأقصى ما أجمل فصل الربيع حسناً جداً أحسنتم إذن عن أي فصل يتحدث الناس؟ يتحدث الناس عن فصل الربيع حسناً جداً فرفور وكيف هي ألوان الفراشات؟ ألوان الفراشات؟ زهيو حسناً جداً دبدو إذن لماذا كل الكائنات تفرح بقدوم فصل الربيع؟ لأنه الفصل الذي تتفتح فيه الأزهور وتخضر فيه المرج والأشجور حسناً جداً فرفور هل أنتم تحبان فصل الربيع؟ نعم أولاً أحب فصل الربيع وأنه أيضاً أحب فصل الربيع أحسنتم إذن الآن لدينا نشاط ما قبل الكراءة والكتابة آخر حرف كنا قد تعرفنا عليه ما هو؟ هو حرف الفاء اليوم سوف نتعرف على حرف جديد لكن قبل ذلك لاحظوا معي هذه الصور ماذا نراحظ في الصورة الأولى؟ يعسوب يعسوب وهو نوع من أنواع الحشرات الذي يظهر في فصل الربيع والصورة الثانية طيور طيور والصورة الثالثة ضبي وهو حيوان بري يعيش في الغابة إذن إذا لاحظتم أن هناك الصوت يتكرر في كلمة هذه الصور فما هو هذا الصوت؟ إذن لنتعرف على هذا الصوت تابعوا معي لنقرأ كلمة هذه الصور إذن الآن سنقوم بقراءة كلمة الصور التي تعرفنا عليها إذن أول كلمة هي يَعْسُبُنْ يَعْسُبُنْ هنا لدينا صوت بلون أحمر هو صوته صوته يَا صوته يَا حرف اليَا مع الفتحة يَا أين يوجد؟ يوجد في أول الكلمة إذن حرف اليَا في أول الكلمة إذن الكلمة الثانية هي طو يو رون طو يو رون هنا أيضا لدينا صوت بلون أحمر هو صوته ماذا صوته؟ يو صوته يو أين يوجد؟ يوجد في وسط الكلمة إذن حرف اليَا في وسط الكلمة الكلمة الثالثة هي ضاب يون هنا أيضا لدينا صوت بلون أحمر هو صوته ماذا صوته؟ يون صوته يون حرف اليَا مع الدمتين يقرأ يون أين يوجد؟ يوجد في آخر الكلمة إذن حرف اليَا في آخر الكلمة إذن حرف اللي تعرفنا عليه اليوم هو حرفه اليَا حرف اليَا في أول الكلمة وحرف اليự اف وسط الكلمة وحرف الي في آخر الكلمة الآن سنمر لتدرب على تخطيط حرف اليَا في مختلف الوضعيات أولا سنقوم بتخطيطه على الدكر نضع خط أفقي ثم خط عمودي صغير ثم نقطتين من تحت حرف اليأ لديه نقطتين من تحت حرف اليأ في وسط الكلمة نضع خط أفقي ثم خط عمودي صغير ثم نقطتين من تحت حرف اليأ في وسط الكلمة إذن حرف اليأ في آخر الكلمة نضع خط مفتوح من تحت ثم خط مفتوح من فوق ثم نقطتين من تحت أعيد نضع خط مفتوح من تحت ثم خط مفتوح من فوق ثم نقطتين من تحت حرف الياء في آخر الكلمة الآن سنمر لتخطيط حرف الياء على الورق إذن سنقوم بتخطيط حرف الياء في أول الكلمة نضع خط أفقي ثم خط عمودي صغير ثم نقطتين من تحت حرف الياء في أول الكلمة مثل يعسوب حرف الياء في وسط الكلمة نضع خط أفقي ثم نأتي إلى الوسط ونضع خط عمودي صغير ثم نقطتين من تحت حرف الياء في وسط الكلمة الآن حرف الياء في آخر الكلمة نضع خط مفتوح من تحت خط مفتوح من تحت ثم نكمل ونضع خط مفتوح من فوق خط مفتوح من فوق ثم نقطتين من تحت أعيد حرف الياء في آخر الكلمة نضع خط مفتوح من تحت ثم خط مفتوح من فوق خط مفتوح من فوق ثم نقطتين من تحت حرف الياء في آخر الكلمة الآن سنقوم بقراءة حرف الياء مع الحركات إذن حرف الياء مع الفتحة حرف الياء مع الضمة حرف الياء مع الكسرة حرف الياء مع الآرف حرف الياء مع الواو يو حرف الياء مع الفتحتين والألف ين ين حرف الياء مع الضمتين ين ين حرف الياء مع الكسرتين ين ين إذن أحباء الصغار لقد تعرفنا اليوم على حرف الياء أتمنى أن تكونوا قد فهمتوا جيدا حرف الياء صوتا وتخطيطا ومن لم يفهم منكم شيئا فليخبرني في المجموعة إذن حصة اليوم انتهت ألقاكم في نشاط آخر إن شاء الله حفظكم الله ورعاكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر